السلام عليكم ورحمة الله وإخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الجمعة 8 فبراير 2019 والساعة حوالي 9.5 أو بالضبط 9.31 بالجزائر وهذا حديثي إليكم في إطار رأيي فيما يحدث في برنامجنا الأسبوعي اللي سنخصصه اليوم واللي إن شاء الله ما يجوزش 40 دقيقة وسنخصصه لموضوعين أساسيين الموضوع الأول هو موضوع قرارات وزيرة التخريب التي تسمى وزيرة التربية فيما يتعلق بالصلاة في المدارس والموضوع الثاني هو مهزة الرئاسية لكن تذكرت قبل أن أبدأ معكم الحديث أن اليوم في الحقيقة يصادف أيضاً ذكرى مهمة ومهمة جداً في تاريخ الشعب الجزائري وأيضاً في تاريخ الشعب التونسي في الحقيقة تذكرت اليوم الذكرى الواحدة الستين لأحداث سقية سيدي يوسف واللي كان القوى الاستعمارية فرنسا أقدمت على جريمة حقيقية بقتل وقصف المدنيين في مثل هذا اليوم وأدى ذلك إلى مقتل أكثر من ستين أو استشهاد أكثر من ستين تونسي وجزائري وإلى جرح العشرات وتدمير القرية قرية سيدي يوسف اللي هي قريبة جداً الحدود الجزائري تذكرت هذا وتذكرت تضحية وتضحيات الرجال والنساء في حقيقة الأمر لاستعادة هذا الوطن وكم كانت تضحيات كبيرة من الجزائريين ولكن أيضاً من إخوانهم الجيران المغاربيين والجيران العرب والمسلمين وكل القوى في حقيقة حتى القوى الكبرى بعض القوى الكبرى على الأقل يعني روسيا كان موقفها جيد أو لتحاد صبياتي آنذاك والصين أيضاً لم يكن موقفها سيء الهند إلى آخره لكن أكثر الذين قاموا بدعم الثور الجزائرية صراحة هم الشعب المغربي وحكومته يومها تحت قيادة محمد الخامس والشعب الليبي وحكومته يومها تحت قيادة الملك إدريس والشعب التونسي وأؤكد على الشعب التونسي بورغيبة كان يتلعب يعني كان ماشي مع الفرنسيس بقلبه وبعقله ولكنه كان مضطر أن يقبل تواجد الجزائريين في تونس لأسباب متعددة خاصة أن ما كان يعرف بالفلاقة أي بالمجاهدين توانسا كانوا يضغطوا بشدة أن يبقى الجزائريين في ترابة تونسي بعدما أعطيها شبه استقلال إلى تونس في 56 إذن كانت هذه واحدة من أشياء التي تشرفنا كجزائريين وتزيد لحمتنا كمغاربيين كتوانسا وكمغاربة وكليبيين لكي نصنع إن شاء الله يوما ما نسقط هذه الحدود ونهدمها ونصنع الدولة المغاربية الكبرى لكي نستطيع أن نستمر في هذا العالم المتسم بسيطرة القوى الكبرى سيطرة القوى الإمبريالية القوى الاستعمارية على مقدرة الشعوب لن نستطيع أن ننجو إلا من بين هذا واحد الشروط لكن ليس الشرط الوحيد وهو أن نبني مغرب كبير حقيقي يكون مغرب للشعوب بحق ويكون أن الشعوب المغاربية تكون فعلا مستقلة وحرة في قرارها وتقرر مصيرها بيدها وتختار من يحكمها بيدها وليس حكومات عميلة وكيلة للقوى الاستعمارية في كل منطقة بالمناسبة إذن أبدأ الآن بالموضوع اللي هو أثار ضجة كبيرة هذه الأيام الثلاثة الماضية وهو قرار نورية بنت غبريط التي يسموها وزيرة التربية وأنا صراحة قلت أنها ستكون وزيرة تخريب ومنذ أن كتبت مقال يوم تعيينها في 2014 ولقد أثبتت الأيام أنها كانت فعلا وزيرة تخريب بكل ما تعنيه الكلمة لأن كيف بدأت هذه القضية كيف بدأت قضية المنع الصلاة في الواقع أن القضية بدأت في فرنسا وليس في الجزائر لما يعرفش نذكر باختصار هذه القضية أن هذه القضية بدأت في فرنسا طفلة جزائرية تدرس في مدرسة تسمى المدرسة الدولية مدرسة الجزائرية الدولية في باريس وكان جالسة على كرسي وتصلي كما يفعل أحدنا عندما يكون في الطائرة عندما يكون في الحافلة أو يعني ويلحق عليه وقت الصلاة كما يفعل أي مسلم يريد أن يلتزم بتوقيت الصلاة فأيا كانت تصلي لأنه وصل عليها الظهر فدخل أحد المراقبين يعني سيربايون شافها تصلي في كرسي قاعدة في كرسي تصلي طبعا بالنسبة لإحقامة قيامته راح يجري إلى سيدته اللي هي المديرة وتسمى نادية مساسي نادية مساسي هذه هي مديرة هذه المدرسة موجودة في السازيامارونديسمو في باريس وهذه المديرة أقدمت على طرد الطفلة لمدة ثلاثة أيام وطبعا استدعاه أهلها والدها إلى آخره وأن يمضي أنها لا تصلي مرة أخرى في المدرسة طبعا والدها رفض ذلك وقال أنها لم ترتكب جريمة يعني هذه كانت تصلي وكانت تصلي لوحدها وكانت تصلي على كرسي وهذا غير ممنوع يعني قوانين المدرسة هذه اللي هي مدرسة خاصة وإن كانت تتبع النظام الجزائري حكومة الجزائرية لا تمنع ذلك ليس هناك ما يمنع في القانون ومعروف أنه إذا لم يكن هناك نص يعني هذا معروف علميا وقانونيا إذا لم يكن هناك نص يمنع فالأصل في الأشياء الإباح سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور القانونية قانون يأتي ليحدد أمور معينة لكن ليس هناك قانون يمنع ذلك رفض الوالد وقامت الطلبة التلاميذ ليهما أكثر من ربعا ما كانش يصلي لكن تعاطفوا وتضامنوا مع الطفلة عائشة تسمى عائشة طفلة وكانت هناك اختجاج شديد داخل المدرسة طبعا المديرة هذه وكانها شعرت بالانزعاج تصلت بابن غبريت بابن غبريت يبدو أنها كانت تحذر لشيء فطلبت منها وأعتقد التقتها في الجزائر قبل ثلاثة واربعة أيام هذه الحادثة بالمناسبة حدثت في 17 يناير الماضي التقتها في الجزائر واختخذت وكأن شيء كان مرتبا اتخذت القرار كما سمته هي بمنع هذه الممارسة الصلاة سمتها ممارسة سات براتيك الممارسة منعها في المدارس في كل المدارس الجزائرية إذن الموضوع كان أصلا في باريس لم يكن في الجزائر أصلا لم يطرح لكن هي اخذتها فرصة وهذا مما يثبت أن العملية كانت مرتبة أن القضية كانت مرتبة ولم تكن هكذا عفويا لأنها تعرف من غبريت تعرف جيدا أن هذا موضوع حساس جدا وأنا تعرف أن الجزائريين لن يقبلوا هذا الوضع ولن يقبلوا هذا الأمر لأنها يمس الهوية هنا هنا الصلاة لم تعد بمعنى الصلاة فقط كأيماد الدين واللي بدونها ليس هناك دين بدون صلاة ليس هناك دين ليس هناك إسلام ولكن عند الجزائريين الصلاة أيام الاستعمار الفرنسي كانت هي الملجأ كانت هي المهرب كانت هي الهوية لرفيج ليجؤولوا الناس ويجؤولوا الجزائريين جزائريين لماذا لم يحدث الناس لسكان أمريكا الأمريكيتين الشمالية والجنوبية لأن في الحقيقة كان هناك أمرين اثنين كان الهروب إلى الله الهروب إلى الإسلام ومحاولة الإمساك به حتى لا يتم التدمير النهائي والهروب إلى جبال البلاد ولذلك تجد أن المناطق الشرقية في الجزائر والمناطق اللي فيها جبال مناطق القبائل مناطق الشرقية فيها عدد سكان أكبر من مناطق السهلية والصحراوية هذا واحد من أسبابها ليس هو السبب الرئيسي لكن هذا واحد من أسبابها إذن فبالنسبة للجزائريين الهروب إلى الصلاة والهروب إلى الإسلام هو كان في الحقيقة حماية ناهيك على أنه عقيدة يعني الآن وصلوا إلى العقيدة لم تعود القضية شريعة منتهية الآن لا أحد يتحدث عنها العقيدة لي ليس لديها أي مشكلة مع مع الصلاة وسأتحدث عنها ربما الآن بصرعة إذن نكمل القصة كيف تمت فأعلنت أن لا صلاة في المدارس مع أن هناك قانون صادر في 91 أو 92 حتى يقول من أن فيه مادة أعتقد المادة 21 قانون تنظيمي يقول يحق للناس أن تصلي في المدارس وهكذا كيف تصلي وفي الحقيقة الغالبية من الجزائريين ليرام يصلوا الأطفال أو الأساتذة وفي الغالب ما عندهمش قاع يعني يعني من كائن أحيانا بعض المدارس فيها قاع ليس إلى كل مدارس فهم يختاروا مكن صغير أحيانا هكذا على الطرف أو إذا كان جوم الليل ويمكن أن يصلوا في الساحة يعني ما الذي يزعج في الصلاة ما الذي يزعج في الصلاة قالك أنا تعطل المدرسة كيف playing 5 دقائق أن تأتع Link الصلاة الأساسية التي صلوها الناس في المدارس هي صلاة الظهر واحيانا صلاة العصر 5 دقائق بين صلاة الظهر أو 5 دقائق بين صلاة العصر يلي تعطل ثم أن صلاة الظهر هي دائما تحدث في وقت الراحة يعني لا تأخذ شيء من وقت المدرسة لكنها في الحقيقة القضية أبعد بكثير من ذلك القضية هو أن بنت بريط منذ اليوم الأول لتعيينها وقلت أني كتبت عن ذلك جاءت أولا ترضية للوبي شديد التطرف شديد الاستئصال كاره للهوية الجزائرية كاره لها إطلاقا يتمنى لو كان فرنسي كما قال مدلسي هذا اللي أقبير قبل حوالي أسبوعين لو كان للتاريخ دورة أخرى لكن اليوم أوروبيين هؤلاء هم بالضبط الحركة نتعزمان وإن كان بعض الحركة نتعزمان والله نجد لهم بعض التبريرات أحيانا وهو أن بعضهم لم يكن يجد أمامه خيار يا ما يشترك مع الفرنسيين يا ما يذبحوا الفرنسيين بعضهم أقول بعضهم هؤلاء حركة فكريين يعني كل ما قاموا به من 92 عملية استئصال وقتل ومجازر وبعدين هم تبعوها بالنهب ويأجوا الآن Memory يكملوا على الأشياء بنت غابريت هذي لم تكتفي بهذه الصلاة هي أخر الحلقات في الحقيقة وربما بعض الناس ما يعرفوه ذلك أفرغت نظام التعليم من المحتوى الحقيقي وجابة 11 مستشار فرنسي كانت تدفع لهم آلاف اليوروات لا أقول في الشهر كل أسبوع ويقيمون في فنادق خمسة نجوم وقاموا بمراجعة البرامج كلها وقدموا تقريرهم وتم استخدام أجزاء كبيرة منها آخر منها طلبوا أن لا يكون هناك بسم الله الرحمن الرحيم في الكتاب ما الذي يزعج أن تكون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب ورا المشكلة لكن هم كانت هذه وصائعهم ولذلك نزعت البسملة قبل سنتين الأخطر من ذلك أن هؤلاء المستشارين حدثني مما أثق فيه وأعرف أنه صادق أنهم كانوا همهم الأكبر همهم الأكبر كيفش يدخلوا مواضيع ضرب الأخلاق كيفش يدخلوا مواضيع الصديق والصديقة الخمر الزواج حتى يعني كانوا ماشي حتى في قضية الزواج المثلي لو لا أنهم وجدوا بعض الناس قالوا لا لا أنكم تذهبون بعيدا وحدثني قالي أن بعضهم كانوا مثليين هؤلاء الفرنسيين يجوا أخطر من ذلك في الحقيقة أنها ذهبت إلى حد القول أن الواي واي أغنية فاضحة فاجرة أنها جيدة للأطفال الواي واي جيدة للأطفال والصلاة سيئة للأطفال ما هي الصلاة ماذا تفعل؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن السرقات تنهى عن الكذب تنهى عن الظلم تنهى عن الإجرام تنهى عن الغش تنهى الصلاة سواء نفذها الناس أو لم ينفذوها لكن هذه دروس الصلاة هنا في الغرب هنا في بريطانيا درسوا أولادي في الابتداء ودرسوا في الجامعة بعضهم ما زال هناك غرف يسمى براير روم براير روم ليست خاصة بالمسلمين براير روم غرفة للصلاة لأن هناك من كتب لي قال لي هناك مسيحيين هم أيضا لازمهم غرفة ما هي تسمى غرفة للصلاة لم يقولوا هذا مسجد إذا كان هناك وافترضنا أن هناك مسيحيين في الجزائر بالرغم من أن من أن وزارة الخارجية الأمريكية قبل حوالي ثمان سنوات أصدرت تقرير طلعت عليه قالت أن عدد المسيحيين في الجزائر هو خمسة آلاف دعونا نفترض أنهم انتقلوا من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دعونا نفترض أنهم انتقلوا إلى خمسمائة ألف لن يزيدوا عن واحد بالمئة مسكان الجزائر وإذا كانوا مسيحيين فمن حقهم أن يمارسوا دينهم وشعيرهم أين المشكل ليس هناك مشكل أن تكون هناك غرفة للصلاة وهناك واحد مسيحي أو اثنين ويريد هو أيضا أن يصلي فليتفضل فالحقيقة هؤلاء لا دينيين لا يحبون لا المسيحية ولا اليهودية ولا الإسلام يكرهون الأديان أصلا هؤلاء أصحاب شهوات أصحاب نهب أصحاب مال أصحاب جنس أصحاب عبث هؤلاء لا علاق لهم بالأديان حتى لو افترضنا يقول لك المسيحيين يعني الجزائر الآن وكاننا أصبح الجزائر وكاننا المسيحيين في 20% ولا 10% ولا حتى 5% ولا يساوون أكثر ما فيش أكثر قلت في حالة المبالغة القصوى يكونوا 50 ألف لكن هذا الخمسين ألف إذا عندهم حقوق فليتفضلوا ليس هناك أي شكال وهذا معروف حتى في شرع الإسلام يعني شعب جزائري شعب مسلم حتى اللي ما يصليش حتى اللي ما يصومش حتى هو مسلم يا مسلم عقائديا يا مسلم ثقافيا في أضعف الأحوال يعني هذه الأشياء الآن المركزية الأساسية تمسوها للناس إنكم تبحثون على ثورة راح تعصف بكم عصفا الصلاة أنتوا يسموها وزيرة التربية والله ما أنت إلا وزيرة للتخريب وللتدمير وللتشويه طيب وزيرة التربية الصلاة هي قلب التربية ومعلوم معلوم أن الذين من الأطفال الذين يصلون أداءهم أفضل بكثير في كثير من الحالات لا أقول دائما لكن في كثير من الحالات أداءهم أفضل بكثير من الأطفال الذين لا يصلون لأنهم باختصار بسيط عندهم تركيز أكثر ويكون يقل العبث انتاحهم يقل التلاعب انتاحهم يبتعدون عن المخذرات يبتعدون عن التدخين يبتعدون عن الزنا يبتعدون عن السرقات يبتعدون عن كل هذا إذن هذا ضرب في الحقيقة للشخصية الجزائرية الإسلام هو قلب الشخصية الجزائرية وقلب الهوية الجزائرية شاء من شاء وأبى من أبى والحمد لله الشعب الجزائري كله مسلم أنا عارف أن هناك أقلية تقع واحد أو اثنين بالمئة ممن تكره نفسها وتكره الإسلام وتكره المسلمين وتكره كل شيء هؤلاء يتواجدون في كل مجتمع حينما غازى هتلر فرنسا فإن ثمانين بالمئة الدراسات تقول أن ثمانين بالمئة من الفرنسيين كانوا يا إما معه يا إما مهادنين تماما وأن العشرين بالمئة الذي كانوا رافضين قل قليل هي التي تواجهت لكن مع ذلك الحمد لله نحن نعرف أن الأغلبية الغالبة من شعب الجزائري ترفض هؤلاء هؤلاء الحثلات الذين حرضوا على انقلاب اثنين وتسعين ونفخوا فيه وهم كابراناتا فرنسا سواء كانوا مدنيين أو عسكريين هؤلاء هم نفسهم اليوم نفسهم اليوم اللي يشنون حرب على الشعب الجزائري وفي عمق العمق انتاعوا في قلب العمق انتاعوا في أوروبا ألتقي إخواني الجزائريين سواء كانوا قبائل أو كانوا عرب أو كانوا شاوية أو كانوا ابن مزاب والله أكثر ما يحرصون عليه هو أن يدرسوا لأبناهم العربية أحرص ما يحرصون عليه بدرسوا لأبناهم العربية وهم بدل ديل إسلامي لأنهم يعرفون أن هذا الذي يحفظ الحد الأدنى من الشخصية أنت وأنت سليلة حركي كبير تمنعين أبسط أشياء الناس تتمسك بها بطبيعي بطبيعة الحال ما أنت إلى منفذة لقرارات أسيادك وأسيادك أكثر من وراء البحر والحثالة الموجودة في البلاد بعض البساطة من إخواننا يدخلون يقول لك لا المدرسة للتعليم وليست ل طيب هل يقيمون الصلاة هل المدارس الجزائري اليوم تقوم الصلاة ويقوم فيهم المدير ويصلي بهم لا هذه أحيانا يكون هناك أستاذ في هذا القسم أو في ذاك أحيانا يكون هناك مجموعة من الطلبة أحيانا يكون هناك مجموعة من تلاميذ يوصل لهم يعني أصلا بشكل غير رسمي وبشكل على خوف من آل الإجراء والخمس دقائق أنت الصلاة هي اللي تمنع التعليم تمنع التعليم اليمنة وهي المخدرات المنتشرة في المدارس هي التدفئة التي ليست موجودة في أغلب المدارس الجزائرية في الشتاء هي الكليماتيزور للناس تتعرق 40-45 درجة 50 درجة مرات في الجنوب الأطفال لا يستطيعون يختنقون وحيانا يكون فوقهم الزنك باش يزيدوا يغلو هي السيارات انت اللذين يأتون للمعاكسة وللفاحشة واللي انت عرفتها في المدارس ولا تفعلين شيء لأنها تمشي معك مع أخلاقك مع سلوكك وقد حدثنا جاك فورنيي الذي زارك وكتب كتاب كيف أنك كنت تحتسين الويسكي معه تحتسين الويسكي وتزعمين أنك وزير التربية ثم كيف يكون لك أي كرامة أي شرف أن لا تتقن لغة لغة البلاد الأولى لا تتقنها ثم تصبحين وزير التربية يعني التربية التعليم في الجزائر 80% أو 85% منه بالعربية شأتي أم أبيتي شأتي أم أبيتي أنت لا تتقنين لغة العربية الناس داروك فكاهة نكت في الأنترنت مساخر استمعت لردها على ما يسمى في البرلمان انتع الحفافات وانتع البيعي لاتروك والله ما تأخذ كلمة ولا تفهم شيء ما فهمت الشيء من ردها كوزيرة لا تفهم شيء وكانت تتحدث بي مش عارف أنا بلغة الهنود الحمر لا تفهم شيء هذه وزيرة التربية هذه وزيرة التربية في الحقيقة هي هجمة تقودها القيوة الاستعمارية وتنفذها وينفذها عبيدهم في بلداننا التي أصبحت إقطاعيات من بن سلمان الذي يعبث في أرض الحرامين إلى السيسي الذي يهدم أرض الأزهر وبلاد الكنانة إلى السبسي الذي فقد عقله ويعبث في تونس وقد حدث في هذا الأسبوع أيضا جريمة في حق تلميذ يقرؤون القرآن في تونس إلى هناك إلى هنا فطبعا المحنظ الذي يعيش في عالم آخر من بين شروط العهد الخامسة هو الإكمال والإجهاز على ما بقي لهذه الأمة لهذا الشعب من هوية لأنهم يدركون جيدا أن الشعب الذي ليس له هوية ليس له مبادئ ليس له قيم ليس له أخلاق هو شعب يستطيعون أن يعبثون به ذهابا وإيابا ويحتلونه متى شاءوا هذه يعرفونها جيدا ولذلك ولذلك هناك هجمة عالمية على الإسلام من قوى كبرى لأن بالنسبة إليهم وهناك الآن حتى كتاب منصفين في الغرب يقولون أن الذي يستطيع أن يواجه التغول الإمبريالي والتغول لاستعماره هو الإسلام لأنه يتضمن من العدل ما يتضمنه طبعا حين نتحدث عن الإسلام فنحن نتحدث عن الإسلام المحمدي الوسطي الحقيقي وليس عن داعش وليس عن المداخلة سواء هؤلاء أو هؤلاء وليس عن بعض الزوي الذين انقلبوا إلى عبيد يقدسون المحنط مثلهم مثل جماعة المداخلة إذن هو الإسلام الحقيقي الحضاري وليس انتع داعش ولا انتع المداخلة أو انتع هؤلاء وعجبت عجبت كيف يأتي هذا الأمر مع يوم الجمعة وقد قيل لي أن في الجزائر لم يتحدثوا في المساجد عن هذا الموضوع اللهم إلا إذا كان هناك من تحدث ولم نسمع به كيف تكون إمام ولا تتحدث عن الصلاة كيف تكون وزير للشؤون الدينية وتعى وتقول أنك لم تسمع أنت أطرش يعني إلا أنت لا تسمع أنت لا ترى وزير الشؤون الدينية أنت ترى فقط ما يملأ عليك هذا ما ترى بكل أسف وألم هذا الاستفزاز لن يذهب بعيدا هذا الاستفزاز سيوقف الضمائر ويوقف نفوس قد ماتت أو قد اختفت أو قد تغيبت هذا الاستفزاز ستدفعون ثمنه غاليا فأنا أحذركم لأنكم هذا الشعب ضربته بكل شيء بكل أدوات بكل أسلحة لكنه في النهاية حينما تكون القضية قضية هوية فإن هذا الشعب سيواجه ويفضل الموت على الحياة برغم كل ما تظنون لا يغرر أنكم لا يغرر أنكم هذا السكوت وهذا الهدوء فإن في قلوب الناس غضبا منكم لو تفجر لملأ الدنيا لهيبة أنتقل الآن إخواني إلى الحديث الثاني وهو حديث الرئاسيات وتأتيني أسئلة كثيرة وكثيرة جدا عنه سأحاول أن ألخص بعض الأجزاء وإن شاء الله ستكون الأيام القادمة أيضا أجيب على الأسئلة الأخرى ربما الحد القادم هذا سيكون عندي أول تدخل على اليوتيوب مباشر والفيسبوك مباشر فسيكون أيضا إجابات عن أسئلتكم لكن الآن واني شفت باللي رهي فاتت ربما أكثر من 25 دقيقة كنت أنا أريد أن ينتهي هذا الحديث في أقل من في حدود نصف ساعة على أكثر تقدير 40 دقيقة الموضوع هذا التعليق السياد رأكم تتابعون فيه يعني هناك عبث مشيين هما في عهد الخامسة بالرغم أنا لست متأكد أنها ستتم بالمناسبة لست متأكد أنها ستتم برغم كل ما يفعلون لأن بوتفليقة منتهي ميت صحيح قام صاحب مهمات القادرة رأى ويقدم ويحضر قال بوتفليقة لأنه يجري حملة انتخابية يعني هو إجراها في 2014 ويجريها الآن إجراها في 2014 قبل خمس سنوات لما كان ما زال ممكن أن يقول كلمة حتى غير مسموعة أو ممكن أن يعرف الناس يقولها الآن لما أصبح خارج تغطية نهائيا محنط نهائيا يا يا صاحب مهمات القادرة لا تستحي لأبدا أنت أنت لا تستحي أبدا أنت فعلا حقا لا تستحي أبدا وفعلا لو كان للشيطان لو كان الشيطان مجسدا في الجزائر لكنت أنت وكان له وجهان لكنت أنت وجه له وصاحب القناة العار الوجه الثاني له جابوا استرجعوا المهرج الأكبر أو المهرج الأعظم سلال وجابوه الآن باش يجري لهم المتعود هو على التزوير على كل تزوير الآن أصبح أوتوماتيكي ما عاش يحتاج كثير لكن هو جابوا سلال لأن سلال هو التهريج سلال هو إظهار الشعب شفتوا هذو اللي جابوهم هذه الأيام الماضية على سنة المترشحين هما أكثرهم إما مخبول إما مجنون إما في عالم آخر باش يقول لكم ها ها انتم الشعب الجزائري هؤلاء ها ما لابد في لك خير من هؤلاء جابوا سلال باش يكمل على التهريج لأنهم دايرين البلد دايرين ومسخرة مهزلة واللينا مهزلة أمام العالم وهم لا يستحون عايشين في عالم آخر من قطعين مهم همش اللي عنده قلب الجزائريين يكاد القلب انتعوية يتفتر أحيانا يكلمون بعض الجزائريين خاصة اللي يقطعوا شوية على الأحداث يحبوا يبكوا والله فيهم يقول لي كان يحب يبكي يحب يقول لي يقول لي القلب انتعو يحب يخرج العبث لأنه مرات كايل بعض منهم يقول لخمسة سنين عشر سنين ما ينزلس للجزائر راح للجزائر وجاء يشوف باللي هناك كوارث فعجيب يعني عجيب باعتمت عني الكلمة يعني فالناس مش فاهمة هذا العبث فطبعا سلال يأتي هذا التهريج والدومينو والدبل سيس كما يتكلم هو الدبل سيس وهذاك الكلام اللي كان يقول والبرما ونوضي يعني راكم شايفين التهريج تاو الناس ممكن ترجع إلى جوجل وتجيب كل ما تهريج انتعى 2014 بشكل خاص في هذا الإطار يتم الآن طبعا الحديث على المرشحين في الحقيقة ما هو مرشحين اللي يرى متقدمين الآن هم متقدمين إلى كي يكونوا مرشحين لأن ما يسمى بالمجلس دستوري اللي هلك رئيسه قبل أسبوعين ما زال سيأخذ طلباتهم وسيقرر في 3 مارس من يمر ومن لا يمر بالنسبة لأخونا غاني والأخونا رشيد نجاز أنا على يقين أنهم لن يسمحوا لهم بالمرور كثير سألوني على نجاز سألوني على غاني شوفوا إخواني بالنسبة للنجاز وبالنسبة الغاني بشكل خاص هؤذاء إخواننا حتى لما نختلف معهم في نقطة هنا أو هناك هم إخواننا إحنا قلنا لهم كان رأي أنا أن من الأفضل لا يدخلوا لهذه العبثية والمهزلة المعروفة نتائجها سلفا اجتهدوا ودخلوا الآن هم سيصطدمون بالواقع وهذا الواقع سيوقف ما صارهم في 3 مارس 3 مارس يقول لهم لن نسمح لكم قل لهم لأنكم مقيمين بعشر سنوات في الداخل أو لأنكم متجنسين أو تجنستم من قبل أو نساءكم ليست جزائرية أو إلى آخره يلقون سبعين طبعا أنا ضد هذه القوانين في المطلق الجزائر اللي يحملها الناس يحملها في قلوبهم وليس بالجنسية هناك جزائريين يموتون على البلاد ومستعدين أن يضحوا بكل ما أوتوا وهم لا يعيشون فيها وربما حتى ممنوعين من دخولها وهناك في الجزائر من يعيش فيها خاصة من هؤلاء السفهاء ويريد أن ينهبها هذا فقط بالنسبة إليه إذن أنا لا أؤمن بهذه الأوراق وهذا بالنسبة إليه هذا منع غير منطقي وغير معقول لكن أتمنى عليهم على الأخ رشيد وعلى الأخ غاني أن يغتنموا هذه الفرصة لنشر الوعي نشر الوعي نشر التنظيم نشر الأمل نشر كل ما فعلتم مدى موجدتم موجدتم على الأقل اغتنموا الفرصة لهذه الأوضاع بالنسبة للآخرين أيضا يسألوني كثير على العليل غديري وعلى الطاهر كما يسموه سبيسيفيك في الحقيقة طاهر سبيسيفيك كان في فترة معينة ما يسمى بالبرلمان وكان ينتقدهم وبعد ذلك طبعا قاموا ضربوا بكل الطرق أنا لا أعرف الرجل ولكن مدام يكون يقره معارض فنحن لا نعارض المعارضة وهذا نفس الشيء ينطبق على علي الغديري إذا قره معارض نحن لا نعارض المعارض شوفوا إخوان لدينا مبدأ راسخ في حركة رشاد وأنا كنت قلت ربما عدة مرات من قبل دعونا نذكر به هذا المبدأ الذي لدينا يقول أننا في رشاد لا نعارض المعارضة سواء كانت هذه المعارضة حقيقية والمعارضين حقيقيين أو مزيفين لماذا؟ لأننا لو ندخل في معارض المعارضة العصابة الحاكمة المجرمة ستسفق وستنفخ في تلك الخصومة وستملأها إذن هي المستفيدة نحن بالنسبة إلينا الهدف واضح لا نحيد عنه ولا نزيد عنه الهدف هو أن هناك عصابات تسمي نفسها نظام تنهى بالبلاد تخرب البلاد تدمر البلاد وهنا كنا نتحدث على هذه بنت غبريط فمواجهتها هي الأولى لإنقاذ الجزائر شعبا ووطنا وبلدا وتاريخا وحضارة وعلى الأقل الحفاظ على الجزائر كما هي قد يقول قائل ماذا إذن عن المعارضين المزيفين نعم معارضين المزيفين نحن في الحقيقة لا نعترض عليهم لأنه من مبدأ أنه إذا اعترضنا عن المعارضين المزيفين فإننا سنوضع وقت رهيب في هذه المهاطرات ثم المعارض المزيف تكشفه الأيام لا تخشو شيء الأحداث والأيام تكشف المعادن الحقيقية الذهب الحقيقي من النحاس أو من الصدع الأيام والامتحانات والأحداث تكشف من هو كان فعلا يعارض بحق من أجل البلاد ويقاوم بحق من أجل الجزائر أو من كان يعبث ويتلاعب شفت واحد بعث لي فيديو قال على شخص كان دائم يقول أنه نفسه معارض 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 لكن الآن يدعم العهد الخامسة يعني عشرين سنة وهو يعترض على النظام أو يقول أنه معارض لكن الآن يدعم العهد الخامسة إذا الناس ينفضح ويتكشف قدامهم إذن إخواني ببساطة خلونا الركز على العصابة المجرمة فيما يتعلق بعليل اغديري مدام راه يقول بأنه يريد تفكيك النظام فنحن لن نعارضه ولن نسانده في نفس الوقت لن نعارضه ولن نسانده ننتظر ننتظر لأننا لسنا من الذين لست بالخب ولا الخب يخدعوني لسنا من الذين يهرولون لأي قادم ولكننا لا نقوم بالاعتراض عليه فقط هكذا هو يقول أنه يريد تفكيك النظام تفكيك العصابة بعبارة دقيا علي رغديري ويقول من أنه يريد إعادة الكلمة للشعب الجزائري هذا كلام جيد سبق أنا وانقلت وها أنا أجدد وأكرر نريد أن نعرف ماذا كنت تفعل في التسعينات هل تورط في دماء الجزائريين أم لا هل تورط في أموال الجزائريين أم لا ما هو موقفك من الإنقلاب يومها والآن حتى لو كنت معا لذلك الوقت ما هو موقفك الآن هل تدينه أم لا إنقلاب 92 ثم ما هو مشاريعك للجزائر هل تؤمن بالدولة المدنية حقيقة أم أنه أم أنه كلام كأي كلام ككلام سعداني مثلا وهل تؤمن بأن الجيش يجب أن يقوم بمهامه وإذقاء دستور وهي حماية البلاد ولا يتدخل في السياسة أبدا أم لا وهل تؤمن من أن القرار الأول والآخير في من يحكم هذه البلاد هو الشعب الجزائري يختار من يشاء ويسقط من يشاء بكل حق وبكل حرية كما يشاء بالمحترمة هل تؤمن بهذه الأشياء إذا قلت نعم نقول لك سنرى سنرى لكن إذا اكتشفنا أنك توردت في دمال جزائري في التسعينات أو توردت في نهب الأموال الجزائري فسنعارضك من الآن سنعارضك وبقوة ومن الآن إذن جيد أن نعرف هذه التفاصيل بالنسبة لإخواني يقولوا ماذا نفعل شوفوا إخواني نعم على قول سعيد بوتفليقة يسألوني أيضا هل هو في الآن يقال أنه مصاب السرطان أنا لا أستبعد ذلك لا أعرف صراحة ولكن لا أستبعد ذلك لا أستبعد ذلك لأن سعيد بوتفليقة سكير ونحن نعرف أن الخمر في نهاية المطاف تستطيع أن تدمر كثير من الأشياء داخل البطنق بشكل أساسي داخل الجسم عموما وخاصة الكبد والبنكرياس الخمر تستطيع أن تدمر هذه وهو سكير ما يسحاش ولذلك لا أستبعد إصابته بالسرطان خاصة حينما تنظر إلى وجه المنتفخ الآن بالنسبة للخول يقولوا ما زال طريق ما زالت هذه الفترة هي للتوعية للتعبئة للتنظيم كل واحد يقوم بدوره تأتيك فرصة تتحدث مع الناس تحدثهم أن هذه عصابة تدمر البلاد تدمر هوية البلاد تدمر أرزاق العباد هاكم عايشينها يعني مش رح ينزيدون لكم إذن هذا الموضوع مفروغ منه يعني ما هو كيف العمل مجموعات ثلاثة خمسة أشخاص تلتقون تتحدثون ماذا نستطيع أن نفعل كيف نقتنم هذه الفرصة اللي فيها شوية انفتاح هل نستطيع مثلا أن نخرج للشوارع ونكتب يسقط حكم العسكر يسقط العهدة الخامسة يسقط حكام النهب والإجرام هل نستطيع أن نفعل ذلك لنفعل ذلك في الفيسبوك نواجه الذباب الإلكتروني لا ندخل في الخصومات هناك من يريد أن تكون هناك خصومة بين العرب والقبائل نحن شعب واحد وهناك أحرار وأشراف في القبائل وأحرار وأشراف في العرب وفي الشوية وفي ابن مزاب وفي التوارج وهناك لصوص وسفهاء في كل هؤلاء تذكر دائما يا من يلعبون بعقلك ويقول لك أن القبائل القبائل أنا أبو تفلق عربي وبنت غبريط عربية على سبيل المثال على سبيل المثال وتذكر أنت يا من يلعبون بعقلك ويقول لك العرب العرب أن نسلى القبائل وأنه يحيي قبائل وأنه حدد قبائل على سبيل المثال نحن أمام عصابة تريد أن تفتتنا وتشتتنا ويستمرون هم في النهب إذن خلونا وما تدخلوش منفضلكم أنا عارف هناك بعض الناس نضافوا شرفاء لكن أحيانا يفقدون البوصلة ومن بين الناس اللي فقدوا البوصلة هو بعض إخواننا اللي يعترضوا على أبو تفليقة وعلى نظام الإجرامي وكل ما فيه لكنهم يدعمون بنت غبريد كيف نعترض على بو تفليقة المجرم وندعم وزيرته للتخريب وهناك في الطرف الآخر من اعترضوا على وزيرة التخريب ولكنهم يقدسون بو تفليقة هل يعقل هذا؟ هل لهؤلاء عقول؟ من بين الأشياء أيضا التي نريد أن نعرفها بالنسبة لعليق ديري إذا مر هو وغيره ما هو مشروعكم الاجتماعي؟ ما هو مشروعكم للمجتمع؟ ما هو مشروعكم للاقتصاد؟ وهو مشروعكم للنهوض بهذه البلاد التي خربت اليوم؟ هذه الأشياء نريد أن نعرفها قبل أن نتخذ موقف لكن كما قلت نحن من يسعى إلى تفكيك هذه العصابات إذا لم نسانده فبكل تأكيد لن نعارضه لكن أنا مرة أخرى أقوله نحن لسنا درويش نحن لا تستطيعون أن تتلاعبوا به نحن نعرف جيدا كيف تدار الأمور والحمد لله مصادرنا في كل مكان ناهيك على أن أساسا فيما يخصني أنا أعرف الإدارة وأعرفها جيدا فمناش ما تقعدونش تفكروا بالبروغرام القديم والسوفتوير القديم ربما هذه خلاصة الحديث أنا عارف أن هناك كثير من الأسئلة إن شاء الله لعل الأحد هذا إذا كان الوقت يسمح نخصص للأسئلة نتعكم ونتحدثوا على ربما بعض سيناريوهات التي توراد للجزائر بما فيها سيناريو بنزويلة اللي يوراد للجزائر بعد أشهر أن ندخل في سيناريو بنزويلة يعني لسنا بعيدين عنها لأن هذه العهدة الخامسة يعني في نهايتها حتى لو مروا المحمد حتى لو مرروه فإنه بعد السابيع سيغيرون الدستور ويضعون نائبا له لكن نحن نعرف أن هناك غضب عارب وأن لم يعد لديهم مال ليسكاتنوا الناس وأن هناك ناس حتى لو أعطيتهم الآن الملايين لن يقبلوهم يرون البلاد ذاهبين بها إلى التخريب الحقيقي حياكم الله إخواني إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته